اشتركوا في القناة في وقت قليل خالص مش هتعود مننا وقت شايفين الجمال والحلوة تعالوا نشوف بقى مكوناتنا النهاردة ايه عندي نص كيلو كنافة الكنافة دي موجودة عند مسترزمات الحلويات او اي مكان بيبقى كنافة هتلاقي الكنافة باللون ده وممكن تستعملي الكنافة العادية اللونها ابيض عادي ممكن نكسرها ببيتي بس انا هعملها في الكابة زي ما انتوا شايفين هتوفر علي الوقت هبدأ احطها بالكابة ومن الافضل ان انا اول ما اجيبها هحطها في الفريزر واستعملها تاني يوم او لما تتلق خلز لازم تتلق عشان تديني النتيجة المطلوبة اللي انا عايزها كده خلاص انا حطت كنافة بتاعتي هبدأ ان انا افرمها لحد ما تبقى زي الرمل زي ما انتوا شايفين كده عندي هنا كوباية سمنة على زيت تقدر تستعملي سمنة الوحدة وتقدر تستعملي زيت الوحدة واجيب الصينية اللي انا هعمل فيها كمية الكنفة بتاعتي انت ممكن تستعملي ربع كيلو كنافة بس مش نص كيلو انها الصينية عندي كبيرة ما شاء الله فانا هعملها هعملوا نص كيلو كله بعد كده هبدأ ان انا افرد الكنافة زي ما انتوا شايفين انا مقلبتش حاجة على بعض كل اللي عملتنا حطيت السمنة وفرمت الكنافة وهبدأ ان انا ابطتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين واسويها مهم جدا ان احنا نعمل الحركة دي عشان الكنافة تتشرب السمنة بتاعها هبدأ اسويها زي ما انتوا شايفين على قد ما اقدر كده طبعا الخليط نعم جدا جدا فبحرص ان انت تحاولي تفردي عندي هنا صنية قد الصنية بتاعته كنافة هبدأ اضغط عليها عشان تتسوي معي عندي هنا جبنة عكاوي زي ما انتوا شايفين حطيتها في ميا لحد ما الملح بتاعها راح وعندي جبنة متزرق لها هبدأ اعوزها على الوش طبعا استعمالي الجبنة على قد كمية كنافة اللي انت هتعمليها هنا الصنية بتاعتي كبيرة فانا هستعمل حبة جبنة كده محترمين عشان يقدوا اللي صنية انما انت لو عملت صنية صغيرة طبعا هتستعملي جبنة اقل هبدأ اوزعها على الوش زي ما انتوا شايفين كده طبعا ان شاء الله هعمل لكم اصناف كنافة جديدة وكتيرة ان شاء الله بس انا قلت اعمل حاجة بسيطة معاكم مش هتاخد وقت خالص تقدر تحضريها في اي توقيت مش هتاخد منك وقت انت بتعملي الفطار على العاشة تعمليها للولاد وصفة طبعا الكل بيحبها وطبعا احنا بنشتريها غالية جدا فاحنا نعملها في البيت بابسط الطرق وبقى اقل من كميات ان شاء الله كده خلص انا حطيت جنة بتاعتي الفرن يبقى متولع قبليها بعشرة دقايق على درجة حرارة 20 هسيبها من 3 ساعة ل 25 دقيقة وممكن تقللي درجة الحرارة كمان يبقى من 180 لغاية 200 حسب الفرن اللي انت بتستعمليه حسب درجة حرارة تعالوا بقى نعمل مع بعض الشرباط الكنافة النبوسية بتاخد شرباط سخن يبقى هي بتبقى سخنة تطلع تتشرب بشرباط سخن عندي هنا كوبايتين ميا كوبايتين سكر شريحة لمون وحطوه مع النور لحد اما يغلو لمدة 4 ساعة عادي هنا كنافة من شاء الله تلت شايفين لونها وجمالها حلوة جدا 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 هشوف الصينية تبقى قد صينية بالضبط لاني هبدأ قلبها بس ياريت يكون بحرص هبدأ قلبها بقى بكل حرص كده خلاص الشرباط بتاعي استوى وانا عندي هنا الكنافة وما شاء الله قلبتها شايفين لونها وجمالها عاملة ازاي حتى ان انا اشرب الكنافة بالشرباط السخن واسبها تهدى لمدة 10 دقيقة وبعد كده قطعها حاجة في ممتهى الجمال والبساطة والنظافة حاجة عاملها بأديكية هتبسط ولادك جدا وانت هتنبسطي من نتيجة ان شاء الله الشرباط اللي انا عملته ده ينفع للبسبوسة وينفع حاجات كتير وان شاء الله هعمل لكم فيديو الشرباط التقيل والشرباط الخفيف وده يستخدم في ايه وده يستخدم في ايه ان شاء الله تعالوا بقى نقطع مع بعض حتة كده بصوا الجمال شايفين مطة الجبنة وجمالها ومش قادرة اقول لكم على ريحتها عاملة ازاي بصراحة في ممتهى الجمال والبساطة وعجبتني جدا جدا وعجبت ولادي قوي ياريت تجربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكوا جدا تقدر تزين الوش بالمكسرات او تستعمليها عادي كده من جير اي حاجة ده عندي هنا في صدق هزاي نروش شوية جرب الوصفة وقللي ايه رأيك فيها وتلايت معاكي عنا ازاي ان شاء الله تطلع حلوة جدا وكل سنة وانتوا طيبين ودايما بخير وفي صح وسلامة طبعا انا عملت قبل كده القطيف وكانت نتاجتها حلوة جدا ياريت تجرب بيها اصيبلك لينك الفيديو في صندوق الوصف وان شاء الله هعمل حاجات جتيرة وجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة